في اكلات من حلوتها بنكررها زي طاجن وراء العنب اللي انا عملا ده بجد طعمه تحفة جدا شكله كمان لو عملته قدام ضيوف بجد رهيب جدا وراء العنب دايب دوب بخلطة صحية وكمان اقتصادية اما اللحمة بقى فهي حكاية عاملة زي قطعة الزبدة بالضبط انا هعمل طاجن الوراء العنب باللحمة الفلاتو نعملهم هما الاتنين في حلة واحدة اعملوا فطاجن ممكن تدخلوه في الفرن وممكن تحطوه على النار يعني في الطريقتين هيطلعوا بجد احلى من بعض اكلة خفيفة واقتصادية وصحية في نفس الوقت جربوها وتقولوا لي ايه رأيكم يلا نشوف المقادير والطريقة بس لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك واشتركوا كمان في القناة ويلا بنا نبدأ سموا الله وصلوا على الحبيب اول شي انا هبدأ بخلطة الوراء العنب علشان نجهزها وتكون معانا جهزة بحط كبايتين من الرز وطبعا مقدار الرز يرجع لكم انتو انا غسل الرز طبعا وسيبا شوية يتجفف بحط عليه بصلة كبيرة بشراها تدي له طعم حلو جدا لما تكون مبشورة وبحط كمان طماطم مقطعها صغير ممكن كمان تبشروها فصتوم كمان بيدي له ريحة رهيبة بجد الطريقة دي طبعا انا عملها نيف نيف وخضرة المحشي اللي احنا بنحطها وهكتبها لكم طبعا في اخر الفيديو باذن الله بضيفها عليها ودي الطريقة اللي هي على البارد بحط ملح وبحط كمان فلفل اسود شوية من الكزبارة النشفة وشوية من الكمون بوهارات كمان مشكلة حطوا بيديها طعم وريحة حلوة فلفل اسود مجروش انا بحبه جدا بيكون طعمه مؤيز فيه ويا سلام لو حطيته بقى شوية نعناع جاف بيديها ريحة فظيعة بجد اقل بالكلام ده كله انا بصراحة في ورق العنب خصوصا مش بحب بقى سبك الطاجن ده بيبقى لزيز جدا خفيف على المعدة مش هتتعبوا ابدا ولا هتشكوا من الحموضة بحط بقى معلقتين من زيت الزتون او تلاتة انا مش بحط في ده سمنة ولا زبدة ولا شيء بحط زيت زتون ممكن تحطوا اي حاجة انتو بتحبوها زبدة او سمنة بحط معلقتين من صلصة الطماطم علشان تديني لون حلو للمحشي وقلبوا كويس جدا وكده معايا خلصت الخلطة البسيطة الراهيبة بجد الخفيفة على المعدة نيجي تاني حاجة لورق العنب بقى كنت مخزينها في الفريزر بالشكل ده كده اول حاجة انا بقلبها على الناحية الخشنة وبحط النعمة من تحت وبرتب الورقة بالشكل ده كده احط في كل ورقة بقى معلقة صغيرة من الحشوة اللي انا عملتها علشان يطلع معايا متساوي والف بالشكل اللي انتو شايفينه كده بطبق اللي اتنين وبطبق الجوانب وبايدايا بقى اعملها بقى بالشكل ده كده شايفين بتتبرم تبقى شكلها تحفة ومتمسكة جدا وبتكون صغيرة طبعا الحجم على الحسب من انتو بتحبو نعمل واحدة تاني بفرتها على الناحية الخشنة وبحط معلقة صغيرة من الحشوة اللي انا عملتها والف عليها بطريقة عادية جدا طبعا لفوها باي طريقة انتو بتحبوها انا هوريكم طريقتين دي الطريقة الاولى السهلة اللي انا بعملها يعني بجد مش بتاخد وقت معايا وانا قاعدة كده اروح عملهم على طول وبيطلعوا معايا بالشكل الصغانطة الحلو ده تاني طريقة ان انتو تجيبو كيس يكون يعني متين شوية احط عليه الورق العنب الخشنة من فوق بحط معلقة من الحشوة والفه بقى كده احط الجوانب اقفل عليه الجوانب وبطرف السكينة اروح برماه بالشكل ده كده شايفين دي تنفع ودي تنفع الطريقتين بجد سراع وما بياخدوش وقت معانا الطريقة دي سهلة بس عايزة ليتعود عليها هتلاقوها سهلة جدا ما تخافوش جربوها وتقولولي ايه رأيكم بقى طيب تاني حاجة هجاهز بقى لللحمة الفلتو اللي انا هعملها بحط معلقة سمنة بلدي او زبدة زي ما بتحبوا زي ما قلتلكم بنشحط شوية زيت علشان الزبدة او السمنة متتحرقش معايا ولما تسخن بقى بالشكل ده بنزل عليها بقى باللحمة الفلتو ممكن تستخدموا اي لحمة طبعا هتنفع جدا باللحمة الضاني زي ما بتحبوا هتعملوها انا عملت معاكم قبل كده الملفوف كمان بالفراخ بيطلع تحفة بجد هسيبهولكم تحت في الوصف بإذن الله او لما تسخن ننزل بقى عليها لازم تسخن معاكم كويس جدا مبحطش كتير في الطاصة يعني قطع او قطعتين او تلاتة بالكتير ونقلبهم على النحيتين عشان يغدوا لون حلو يتشبعوا كمان بالسمنة او الزبدة اللي انا حطاها كده معايا خلاص تحمرهم حلو جدا اطلعهم واحط غيرهم وبعد ما بيتحمروا كمان اللي انا حطتهم التانيين بضيفهم كلهم حط عليهم شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود بس مش بحط اي بهارات تاني بقى عشان احنا حطينا خلاص في خلطة المحشي البهارات اللي احنا بنحبها بنزلهم كلهم مع بعض واسيبهم على نار خفيفة جدا علشان ياخدوا السوا اصلا الفلتو مش بتاخد يعني وقت سوا كتير بس بها بقى على نار هادية ونشوفها بعد متستوي ان شاء الله الورق العنب انا لفيته بالشكل ده كده بجيب بقى حلة بحط فيها معلقة من السمنة البلدي ممكن تحطوها في الطاجن انا الحلة دي بتدخل الفرن وبتستخدم كمان في البتاجاز بحط ورق عنب من تحت ليه طيب علشان بيحميلي الحلة من تحت ما بتتحرقش بقى ولا حاجة وببدأ بقى ارص شريح بطاطس وبصل وبعدين ارص اللحم الفلتو اللي معايا وارص بقى الورق العنب بالطريقة دي انا بحب اخليهم على الجوانب بالشكل ده ومن تحت بقى برصها داير ميدور بالشكل اللي انتو شايفينه ده يعني زنقوا عليها علشان ما تكونش ايه مفتوحة معاكم انا خلصت الكمية بالشكل ده فاضلي اخر صف نلفه بقى ونحطه مع بعض يعني رسوه طبعا باي طريقة انتو بتحبوها بحط في الاخر كمان ورق عنب اه تاني اللي هم مفضوا معايا ورق العنب اللي فوق بيحميلي الورق العنب اللي انا حشيان ما بيسودش ابدا لونه لو انتو عملتوا الطريقة دي بيطلع اللونه حلو كده بحط عليه طبق وممكن ما تحطوش لو انتم هدين علي النار يلا بنا انا هورهولكم على البتاجاز انا بحطوه في الفرن وبحطوه على البتاجاز دي الطريقة اللي انا بحطوه على البتاجاز عندي كمان يعني مية عادية معاها صوص طماطم لان انا حط لحمة فيها فمش ضروري ابدا ان انا احط مرأة نهز الحلة كده شوية عشان ينزل الصوص اللي معايا اقفلها بقى على نار عالية اخليها بس كده ربع ساعة بعد ما تبقى بالشكل ده وتغلي بوطي عليها النار بقى خالص واسبها كده من ساعة لساعة ونص شايفين بقى على نار هادية ساعة ساعة ونص المحشي هيطلع دايب واللحمة كمان هتطلع زي الزبدة ودايب دوب بجد والورق اللي انا حطيته من فوق هيخلي كمان الورق العنب ما يسودش ابدا ابدا معاكم حتى ولو سبتوها تبرد شايفين بالشكل ده كده يلا نقلبها بقى مع بعض ونسمي الله ونقلبها انا سبتها بس خمس دقايق كده قبل ما قلبها علشان تطلع زي ما هي مرسوسة رصة شايفين الجمال بقى والحلاوة والورق العنب بجد طعمه لذيذ خفيف على المعدة بالطريقة اللي انا عملتها اللحمة كمان يعني الشوكة اصلا مش عايزة لشوكة ولا سكينة اللحمة دايبة دوبان رهيب بجد الطاجن ده لذيذ وخفيف على المعدة وصحي جربوه بقى وقلولي ايه رأيكم تنسوش بقى تدعموني بلايك اذا عجبكم الفيديو بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر